السلام عليكم. يا رب تكونوا بخير ان شاء الله وتكونوا حليتك كويس في امتحان شهر ثلاثة. ان شاء الله الفيديو ده هنبدأ نشرح الدارسين اللي عليكم في شهر اربعة اللي هتمتحنا عليهم اخر الشهر دول. اللي درس التاني بتاع الصن والرول بتاعتها. طيب الاول كده قبل ما نشرح سواء كنتوا من الناس اللي شايفة ان درس الهيومن ريسبيراتوري سيستم والديجيسف سيستم اللي هما الدرسين اللي كانوا عليكم في شهر ثلاثة دول. سواء كنتوا من الناس اللي شايفينهم دروس صعبة. واللي بالمناسبة انا واحد منكم يعني وكنت شايفهم من درسين صعبين. وسبحان الله اللي قدرني ان انا اعرف اشرحهم لكم. او من الناس اللي كانت شايفة ان الدرسين دول كانوا سهلين وممتعين كده وان فيهم معلومات جديدة ومفيدة سواء كنتوا من دول او دول فعرفوا ان الدرسين بتاع شهر اربعة دول اسهل بكتير الحمد لله. واحنا كمان بدقين بدري فان شاء الله هنلحق نخلص ومنحل عليهم كتير. فهم الدرسين دول ان شاء الله كويسين وسهلين. طيب ادي نقطة. النقطة التانية اه دايما حتى وانا بدرس للطلاب بتاعتي في الدرس. بلاحز ايه? هما بيكونوا فاهمين الدرس. لكن المشكلة لما بيجوا في الاسئلة ما بيبقش فاهمين او انتوا بقى ما بتبقش فاهمين السؤال عايزة اصلا. انت فاهم الدرس بس مش فاهمين السؤال عايزة. بسبب ان انتو مش عارفين تترجموا السؤال او مش فاهمين السؤال عايزة. علشان كده انا عملت حاجة كويسة ايه هي? رحت مجمع كلمات الدرس. ماشي كده? الكلامات دي جمعتها ازاي? جمعتها في الورقة دي. ازاي مسلا? يعني حاجة زي كلمة building unit. building unit معناها بالعربي وحدة بناء. طب انا اصلا مش فاهم يعني ايه وحدة بناء. فانا رحت كاتب لكم كده. building unit معناها وحدة بناء. وبدأت اشرح لكم يعني ايه كلمة وحدة بناء بالعربي. وعلى الاساس ده كملت بقى الورقة كلها بالشكل ده كده. ماشي? بحيس لما انتم تيجي الاسئلة تكون السؤال اللي قدامكم مفيش كلمة فيه انتم مش عارفينه او مش عارفين الكلمة دي يعني ايه? ماشي كده? طيب الورقة دي هعمل فيها ايه? هروح حاطتها عندي على الا الايميل عندي او الحساب بتاعي بتاعي الفيسبوك وانتم تنزلوها من عليه. هسيب لكم الرابط بتاعها في الوصف تحت وفي اول تعليق. ماشي كده? هتروحوا انتم دخلين دايسين على الرابط ده هينقلكوا على الحساب بتاع الفيسبوك على الورقة دي على طول. تروحوا منزلينها. من على المتصفح. لو مش عارفتوا تنزلوها. طيب اول حاجة تروحوا ايه? بعد ما تدخلوا على فيس بوك ودخلوا لكم ع السفحة بتاعتي على المتصفحة تدوسو على انا فعلت زر المتابعة بتاعي على الفيسبوك. تروحوا دايسين على كلمة متابعة وبعدين ترجعوا على تطبيق فيس بوك وتدوروا على اسمي. هتكتبوا عبد الرحمن قسامة السيد. هتلاقوا اسمي على طول وأنا حطت صورة جدتي. ماشي. بعد ما تدوسوا متابعة هيبقى بقى من السهل ان انتوا تلاقوني على تطبيق فيس بوك لان خلاص انتوا دست متابعة فلو فتحتوا تطبيق فيسبوك هتلاقوني على طول فالصورة دي انا هنزلها لكم هناك اه ولو حد ما عرفش ينزلها يكتب لي في كومنت وكمان انا خاصية المنتدى اتفعالت في يوتيوب فاقدر برضو ان انا نزل لكم اه عليها اي حاجة يعني بس معرفش كزا صورة ولا لا يعني عموما هسيب لكم برضو الرابط بتاعها المهم انك لازم توصلوا للصورة دي علشان الصورة دي هتبقى مهمة جدا هتساعدكم كتير جدا في الموضوع الحل ماشي كده طيب هنبدأ بسم الله المعين اللهم صلي وسلم وبارك على السيدة محمد وعلى قليل وصحبه وسلم الدرس بتاعنا اسمه زا سيل الدرس بتاعنا كله اسمه زا سيل بيتكلم عن حاجة اسمها السيل السيل دي هي البيلدينج يونيت بتاعت طب يعني ايه بلدينج يونيت هقول لكم تخيلوا كده دلوقتي انا عندي مثلا حيطة ده هتلاقوني برضو كتابها لكم في الورقة الحيطة دي فيها كزا توبة صح كده الطوبة الواحدة هي اسمها البيلدينج يونيت يعني الطوبة الواحدة من الحيطة دي اسمها البيلدينج يونيت فالبيلدينج يونيت هي الحاجة او الاساس اللي بتكون حاجة كبيرة البيلدينج يونيت هي حاجة صغيرة بتكون حاجة كبيرة طيب هي ايه بقى اللي عندنا البيلدينج يونيت اسمها السيل اصغر حاجة موجودة في جسمنا اسمها سيل هي الحاجة الصغيرة او اللي بتكون كل جسمي يعني جسم كله مكون من سيلز بس السيلز بقى بتكون حاجات اكبر وحاجات اكبر وحاجات اكبر لغاية ما بوصل بوصل للباطي بتاعي ففهمتوا يعني ايه كلمة تبينجونت تبينجونت يعني حاجة صغيرة وحدة بناء يعني حاجة صغيرة بتكون حاجة كبيرة قوي ماشي كده طيب فمثلا بالنسبة للحيطة دي بتاعتها هي الطوبة دي طب بالنسبة لجسمنه بتاعتها اسمها السيل احنا بقى هناخد السل دي زى السل اللي هي بالعرب اسمها الخالية بس مش مهم خالص تعرفوا اسمها بالعربي اسمها زى السل هتاخدوا السل دي بقى عبارة عن ايه بقى وتتكون من ايه الحاجة الصغيرة دي اصلا بتبقى جواها حاجات تانية كتيرة فاحنا هنعرف بقى ايه الحاجات الكتيرة اللي جوا السل دي وبتتكون من ايه وايه نوع السل دي هل مسلا السل اللي عندنا زي السل اللي موجودة في في البلانت في النباتات ولا ايه ولا هتختلف طبعا هتختلف وهنعرف ماشي كده يبقى اول حاجة عندي السيل اللي هي الحاجة الصغيرة دي هي عبارة قلنا بقى عن هي الحاجة بقى اللي بتبنيلي بقى كلها اللي هي الكائنات الحياة اللي هو زي احنا وزي البلانتس وهكذا طيب اول حاجة عندي بيقول لي هو احنا جسمينا بيتكون من ايه لحظة واحدة هقعدل الكاميرا عشان اشوفكم كويس اشوف الكتاب كويس طيب اول حاجة بيقول لي what is your body made up of هو انا جسمي مصنوع من ايه ولا معمول من ايه اول حاجة البضي الكبير اول جسم بتاعنا ده مكون من مكون من حاجة اسمها systems systems زي ايه زي digestive system respiratory system urinary system circulatory system كل دي اسمها systems دي اول حاجة مكونة بي يعني انا جسمي كله كده مكون من اول حاجة حاجة اسمها systems ماشي كده طيب زي يعرفنا زي digestive system هو system ده فيه اورجان واحد يعني digestive system كان فيه اورجان واحد بس لا ده انا لو بسيط على digestive system مثلا اللي هو ده اللي كنا اخدناه في الدرس الاول مكون من من اورجانز كتير اوي زي liver زي large intestine زي small intestine يبقى اول حاجة الجسم مكون من ايه او بادي مكون من ايه من systems طيب كل systems مكون من اورجانز زي liver زي stomach زي pancreas الحاجات دي طيب كل اورجان مكون من ايه مكون من حاجة اسمها tissues ايه بقى هي tissues دي انا شرحتها لكم في الدرس الاول اقولها لكم هنا تاني بصوا ده الارجان ايه دي ده الارجان ماشي كده الارجان الواحد ده اللي هو ايدي مكون من tissues هي الحاجة البسيطة خالص يعني هي حتة الجلد دي حتة الجلد الصغيرة دي شايفيني اللي انا مسكها بايدي دي كده مكونة من tissues كتيرا اوي ماشي كده ففهمتوا ايه هي التشو التشو هي الحاجة الصغيرة خالص اللي موجودة في الجلد. طب اوه وفي حاجة اصغر منها اوه هنقولها دلوقتي. لكن تاني هو الكامل مكون من 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 مكونا من دي كده اسمها ايدي اسمها اورجان. الارجان الواحد مكون من تشو. اللي هي الحاجة الصغيرة دي طيب. التشو بقى الواحدة الصغيرة يعني حتة الجلد الصغيرة دي مكونة من حاجة اسمها سيلز. يعني ايه سيمترك? هقول لكم يعني ايه سيمترك? سيمترك يعني متمثلين يعني شبه بعض بس اهوضحها لكم بعدين. المهم ان التيشوز دي مكونة من حاجة صغيرة قوي. يعني التيشو الواحدة دي. مكونة من حاجة صغيرة قوي اسمها السيلز. السيل مع السيل مع السيل مع السيل. اتجمعه مع بعض وكونه التيشو. يعني انا مسلا لو خدت حتة كده من من الجلد بتاعت ايدي كده وقربتها لكم. اقول لكم ان ان الجلد بتاع ايدي ده اللي هو اسمه تيشو. مكون من حاجات صغيرة اسمها سيلز. طب السيلز مكونة من ايه? لا مش مكونة من حاجة. اصغر حاجة موجودة في ال気η بتاعي هي السل. اصغر حاجة في السل. معشي كده? يبقى تاني. المصدر تأني. طيب. المكون من ايه؟ من مكونا من مكونا يعني وس psychopath صح? كده? طيب. الواحد بقى مكونا من ايه? من تشو. حاجة صغيرة كده اسمها التشو. الواحد مكونا من السلز الواحدة مكوناً من ايه? لا السيل دي هي اصغر حاجة. عشان كده اسمها البلدنج يونيت. السيسيل تجمعت مع بعضها وكوانت لي التشو. التشو تجمع مع بعض وكون لي الارجان. الارجان تجمع مع بعض وكون لي حاجة اسمها سيستم. فرح بقى السيستم دي تجمعت مع بعضها وكونت لي الباضي الكبير ده. في يمنا كده عارفنا جسمنا بيتكون من ايه? طب احنا هندرس ايه في الدرس ده? هندرس السيل دي. هنعرف بقى هي السيل دي جواها pharmac. جواها السيلز طيب بعد كده living organisms are classified according to the number of cells into طيب living organism بتتقسم classified بتتصنف او بتتقسم على حسب عدد السيلز دي بمعنى احنا جسمنا هنقول فيه بليونز من السيلز فيه سيلز كتيرة قوي سيلز كتيرة جدا ما انا بقول لكم ده التشو الصغير ده فيه سيلز كتيرة فما بالكم جسمنا كله فيه ايه فيه سيلز كتيرة فاحنا بنتسمى حاجة اسمها multi cellular living organisms multi يعني كتير لما اقول كلمة multi يعني كتير ماشي كده multi cellular يعني فيه سيلز كتيرة جدا ماشي كده living organisms زي احنا مثلا كده زي الهيومانز دي تعتبر multi cellular لان فيها سيلز كتيرة وزي الانيمالز وزي البيلانتس طيب have more than one cell فيها اكتر من سيل لأ ده هي فيها اكتر من بليون سيل يعني فيها سيلز كتيرة قوي طيب وفيه بقى living organisms ما فيهاش غير سيل واحدة بس يعني كل living organism عبارة عن سيل واحدة بس فتخيلوا كده living organism دي ممكن يبقى size بتاعها قديه حجمها قديه اكيد هيبقى صغير جدا لان ما فيهوش غير سيل واحدة تخيلوا ان الحتة دي فيها سيلز كتير قوي هو اصلا living organism على بعضه عبارة عن سيل واحدة يعني عبارة عن حاجة صغيرة جدا لدرجة ان انا مقدرش اشوفها بعيني يعني مش نقول مثلا ان النملة اللي عندي دي فيها سيل واحدة لا ده النملة اللي عندي دي كبيرة جدا بالنسبة لل living organism ده living organism ده بيبقى صغير جدا 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 لدرجة ان انا مقدرش اشوفه بعيني ماشي كده فهمتوا فانا عندي living organism بتتقسم لحاجتين حاجة اسمها مالتي سيليولر يعني فيها اكتر من سيل فيها سيلز كتير قوي وحاجة اسمها يوني سيليولر يوني جاية من كلمة وان ماشي كده واحدة بس ما فيهاش غير سيل واحدة بس زي ايه مثلا بيقول لي organism that have one cell ماشي كده الorganisms اللي فيها وان سيل هناخد ان فيه حاجة اسمها البكتيريا في حاجة اسمها الاميبا الحاجات ديت فيها سيل واحدة ماشي كده فهمنا طيب اول حاجة احنا حينها هندرس المالتي سيليولر levar ng organisms اللي هو زي مين زينا بقا ما احنا قلنا مالتي يعني كتير فيه مالتي سيليولر جاية هناخد ايه هناخد السيل بش vindtna بشevات الهمن او بتاعت الانيمين على فكرة السيل بتاعت الهمن والقلمة والانيميل هي هي ماشي كده نفس الشكل لكن السيل بتاعت البيلنتفل حاجة تانية approaching the cell يبقت احنا دلوقتي هناخد المالتي سيليولر سواء بتاعتنا بتاعت الهمن او او بتاعت الانيمالز او بتاعت البيلانتز الهيومن والانيمالز زي بعض والبيلانتز لوحدها ماشي كده حاجة غيرهم هناخد الاتنين دلوقتي فاهمتوا كده الفكرة؟ احنا هنبدأ ندرس المالتس اليولار ليفينج اورجانيزمز طيب علشان ندرس الارجانيزمز اللي هي المالتس اليولار اللي هو احنا ندرس جسمهم الاول نعرف البادي بتاعهم بيتكون من ايه طيب اول حاجة شفتوا بيقول ايه؟ الي اتنين زي بعض الهيومن والانيمال بيكونوا من نفس الحاجات السيستمز والاورجانز التشوز حتى السيلز هتلاقيهم بصوا الاتنين ليهم نفس شكل السيل سواء الهيومن او الانيمال ماشي كده؟ يعني احنا السيلز الي جوانا اسمها انيمال سيلز يعني اسمها انيمال سيلز على اسم السيل بتاعت الانيمال مفيش مشكلة لانهم شبه بعض فهمتوا كده؟ طيب اول حاجة هيجي يقول نفس اللي انا قلته واره ده ان الجنوب يتكون من ماذا؟ ان الجنوب يتكون من مستحيل مثل اليمدى الى المستحيل باستحيل الكمستحيل طيب ان الجنوب يتكونer مثل اليمدى 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 ماذا يقولون؟ يقولون لي ايه الضوء تعمل اخرى ان تستطيع الطعاقة من حياة الوجيسية فاليومستحيل ودهائل السرعة سوف افسرها لكم بالระوحة ماذا تعمل ايه؟ اولا انا كتبها لكم في الورقة علشان تقروها منها يعني كل السيستمز دي سواء مثلا ديجيسف سيستم الريسبيراتوري سيستم السيركيلاتوري سيستم كل دول بيشتغلوا مع بعض في نفس الوقت اصلا لو واحدة اشتغلت والتانية ما اشتغلتش هتبقى مشكلة كبيرة لازم انا عشان افضل عايش ان هما كلهم يشتغلوا مع بعض يكملوا بعض وورك انتجرالي يعني بيكملوا بعض بيشتغلوا مع بعض علشان انا اقدر افضل عايش بمعنى ان انا دلوقتي لو الريسبيراتوري سيستم بس هو اللي شغال والريسبيراتوري سيستم مش شغال طيب مش دلوقتي الريسبيراتوري سيستم عمل لي الاكل هضامني الاكل تمين بقى اللي يعمل برنينج للاكل تمشي الريسبيراتوري سيستم ده هو اللي لازم يعمل برنينج للاكل فلو الريسبيراتوري سيستم مش موجود مش هقدر يعمل برنينج للاكل مش هقدر يجيلي انرجي فلازم هم يكملوا بعض ده يشتغل وده يشتغل وراه يعمل دور وده يعمل دور تاني وده يعمل دور تالت ورابع فهمتوا كده فهي دي كلمة work integrally بيشتغلوا بتكامل بيشتغلوا مع بعض بيكملوا بعض طي طي يبقى كده اول حاجة ان البضي بيتكون من systems وعرفنا زي ال digestive system وال respiratory system تاني حاجة H system كل system من دول يعني مثلاً digestive system مكون من ايه من حاجة اسمها organs صح كده زي ال liver زي ال stomach زي large intestine زي small intestine يبقى ال system الواحد البيت الكبير بيكوى من قوة صغيرة organs صغيرة liver ocephagasmus silver glandis والحاجات دي طي فهو بيقول ال organs دي زي ايه زي ال stomach زي ال liver زي heart ال heart اللي هو قلبي ماشي كده زي two longest اللي كانوا موجودين هنا في respirator system دي كلها اسمها organs زي ال hand ايدي زي الفوت رجلي ماشي كده طي كل ارجن بقى بيتكون من ايه من tissue فاكرين قلتلكم التيشو دي اللي هي الحاجات الصغيرة حتة الجلد الصغيرة جداً دي مش اسمها tissue ده دي مكونة من tissue كتير قوي فاهمين كده يبقى كل ارجن مكون من tissue ماشي كده بيقول ال tissue دي ممكن تبقى similar ممكن يبقى شابه بعض وممكن يبقى different يعني similar or different ماشي كده طي بس كل tissue بقى بيتكون من ايه التشو لحاجات الصغيرة خليكوا فاكرين معايا وعايزكم انا بقول كده طبعما انا قلت حاجة قبل كده تقرروا تشوفوا انتوا عارفين اللي انا هقوله صح ولا غلط فاهمين كده كل tissue صغير بيكون من cells من حاجات صغيرة اسمها cells اللي هي اصغر حاجة في البادي في بقى كلمة هنا اللي انا قلتلكم هفاهمها لكم HTS consist of symmetric units called cells units يعني وحدات صغيرة حاجات صغيرة symmetric يعني symmetric يعني متماسل يعني ايه متماسل يعني شبه بعض بالزبط ما عرفش فرقهم عن بعض خالص بمعنى مثلا احنا ممكن نقول على اتنين اخوات عادي ان هما similar متشابهين فيهم شكل من بعض بما انهم اخوات لكن مثلا نقول على مثلا اتنين توقم بالمناسبة انا ليه اخ توقم نقول عليهم symmetric ماشي كده يعني متماسلين ده شبه بعض بالزبط ماقدرش افرق بينهم مثلا فاهمين كده كلمة symmetric symmetric دي ماقدرش افرق بينهم وكمان مش شبه بعض في الشكل بالزبط يعني symmetric دي مش مجرد شبه بعض في الشكل لا بيعملوا كل حاجة شبه بعض لدرجة ان انت ما تفرقش مش عارف ده مين وده مين لان السبب بسبب ان هما بيعملوا حاجات شبه بعض بالزبط فاهمين كده شكل ايدهم زي بعض شكل وشوهم زي بعض بيمشوا نفس طريقة المشية من ورا ظهروهم نفس الشكل فيهمتوا كده دي اقول symmetric symmetric متماسلين درجة ان انا ماقدرش افرق بينهم فهو بيقول ان السلزي دي بقى symmetric السلزي دي شبه بعض بالزبط متقدرش تفرق ما بين animal cell وanimal cell تانية لان هما نفس بعض بالزبط فاهمين كده كلمة symmetric عرفتوا فرق بين كلمة similar و symmetric similar شبه بعض بس ممكن يكون فيه مثلا شوية اختلافات كده اعرف افرقهم من بعض انما symmetric ماقدرش مفيش كلام ماقدرش افرقهم عن بعض خالص فيهمنا كده كلمة symmetric طيب يبقى هو يجي يقول في ال complete the cells or يقول لي similar to each other شبه بعض ولا symmetric to each other اقول له symmetric هما ماقدرش افرقهم عن بعض فاهمنا كده طيب بيقول لي so the building unit وحدة البناء بقى قلت ايه يعني building unit يعني اصغر حاجة موجودة واللي بتبني بقية الحاجات the building unit of animal body is the animal cell building unit هي اصغر حاجة في البادي بتاع الانيمال او البادي بتاع الهيومان اسمه الانيمال cell ماشي كده اصغر حاجة اللي زي ما قلتلكم في الطوبة والحيطة الانيمال cell دي هي تعتبر الطوبة ماشي كده والبادي هو يعتبر الحيطة فانا ينفع ينفع انا اعمل الحيطة من غير الطوب لا ده الطوب هي اساس الحيطة هي دي نفسها السل هي اساس البادي فهمتوا كده الفكرة طيب ندخل بقى نعرف هي الانيمال cell دي عبارة عن ايه لا احنا دلوقتي بصوا شرحنا البادي بداع الايه بتاع الهيومان هنبدأ نشرح البادي بتاع البيلانتس ماشي كده شرحنا البادي بتاع الهيومان وبتاع الانيمال نشرح بقى بتاعت البيلانتس طيب البلادي بادي يا رب تكونوا شايفين ان الدرس سهل مصاب عين ما يدخل فيه اكثر هيبقى سهل اكثر وانا هبص هدخلكوا ان شاء الله بابسط طريقه بس احنا بقى هنفرق يعني هناك في الانيمال كان فيه الورغان زي الليبر والاستومك هنا الورغان زي الروت والاستيم واللييفز ماشي كده هتختلف وهوريكو يعني ايه روت ويعني استيم ويعني ايه ليفز هوريكو كل حاجة طيب اول حاجة سيستم يبقى اتش بادي بتاع البيلانت بيتكون من سيستم As shoot system as يعني زي زي shoot system والroot system الشوت system اللي هي دي من اول هنا واخد من اول هنا كده هجيب لكم الكتاب بتاع العربي فيه صور احسن بصوا كده دي الشوت system اللي هو يعتبر ايه اللي هو دوت والليف والاوراق كده اسمها shoot system ماشي كده طيب يبقى ده هو الشوت system فاهمين كده طيب فيه حاجه بقى ثانية اسمها أو روت سيستم اللي هي تحت بقى دي روت سيستم يبقى انا عندي فيه shoot system مفيش غريد اتنين سيستم زي مثلا انا شايفهم في البرانت السhoot system اللي هو ديت اللي هي الحاجات اللي لونها جرين عشان بس سوف تلك حاجات اللي لونها جرين ماشي كده دي اسمها shoot system والروت سيستم اللي هي الحاجات اللي تحت اللي موجودة في الارض اللي مش ظاهر لي انا لو بيبقى ظاهر لي وشايفه من البلنت هو ديت الشوت سيستم لكن اللي مش ظاهر هو مين هو الروت سيستم فين بقى الروت سيستم هنا مش هنا مش بينه مش كده مش بينه هنا في الكتاب طيب يبقى فهمنا قادي الشوت سيستم وقادي الروت سيستم طيب بيقول لي بقى H system يعني مثلا سواء system اللي هو shoot system ده بيتكاوى من ايه بيتكاوى من حاجة اسمها organs الـ organs ده زي الـ root اللي هو مثلا ده الـ root اللي هو تحت ده ده كده على بعضه organs الـ stem اللي هو ده اللي هو ده الطويل ده اللي وقفه على الـ plantis ماشي كده leaves الورق ده اللي هو ده فاهمين كده دي اسمها organs طيب يبقى يقول لي leaves من systems ولا من tissues ولا من الـ organs اقول له leaves من الـ organs الـ stem من الـ organs الـ root من الـ organs ماشي كده shoot system ما هي اسمها shoot system يبقى من systems مفهوم كده طيب H organ كل organ من دول اللي هي الورقة دي مثلا زي leaves دي مثلا مكونا من ايه مكونا من similar or different tissues حاجات شبه بعض similar او اقلت التشوز ممكن تكون شبه بعض او مش شبه بعض هي هو الشكل ده فين الشكل ده انا لو جبت magnifying lens عدسة مكبرة كده وقربت من الورقة هشوف يعني حاجة شبه دي كده شوية قربت من الورقة قربت قوي قوي وبدأت اشوف كده العدسة دي بتكبر لي الاجزاء الصغيرة العدسة بتاعة المagnifying دي العدسة المكبرة دي بتقرب لي الحاجات الصغيرة فهتوريني الحاجات دي ماشي كده طيب كل بقى كل تشوز صغير من دول بيكون من ايه من السيلز اصغر حاجة بقى بس لاحظوا الفرق هنا السيلز برضو بيقول لي symmetric units cold حاجات شبه بعض symmetric مش اقول شبه بعض لا متمثلين شبه بعض بالظبط اسمها السيلز يبقى نرتبها systems organs tissues cells اخر حاجة بس بصوا البلانت سيل عاملة ازاي البلانت سيل عاملة كده لكن الانيمال سيل عاملة كده هو ده الفرق ما بين الانيمال سيل او دي تعتبر السيل اللي موجود جوانا يعني يقول السيل اللي موجودة جوه الهيومان جوه احنا البشر اسمها اي اسمها انيمال سيل عادي ماشي كده لكن السيل اللي موجودة جوه البلانت اسمها بلانت سيل فهمتوا كده الفكرة دي شكل سيل هنبدأ بقى نكبر الشكلين دول اللي هما الانيمال سيل والبلانت سيل نكبرهم بقى وندرس الحاجات اللي جواه ماشي كده طيب سوزة uh building unit of plant body building unit اول مااشوف كلمة building unit لازم احط كلمة sel فهمين كده الكلمه أول ما شوف كلمة building unit لازم احط حاجه فيها sel فيقول لي مثلا building unit of plant body اقوله plant sel building unit of animal body اقوله animal sel building unit of human body اقوله animal sel يبقى بلانت أقوله بلانت سيل أنيمال أقوله أنيمال سيل هيومان أقوله أنيمال سيل ماشي كده طيب بعد كده هيقول لي بقى الديفنيشن بتاع السيل بقى دي اللي أنا عمال أقولها لكم It is the building unit of the living organisms body هو building unit قلنا وحدة البناء هي أصغر حاجة هي الطوبة اللي بتبني الجسم كله ماشي كده طيب Or it is the unit of structure and function in living organisms برضو نفس الكلام الunit يعني هي الوحدة هي الحاجة الصغيرة بتاعت structure بتاعت التركيب هي الحاجة الصغيرة اللي بتركيب كل الجسم and function واللي بتأدي وظيفه اللي بتعمل وظيف يعني مثلا أنا دلوقتي عندي وظيفة الأورجن ده مثلا حاجة زي حاجة زي مثلا الاستومك بتعمل digestion ماشي كده طيب ماشي الاستومك دي مكونة في الآخر بقى لما أرجع للآخر هلاقيها مكونة من سيلزة صغيرة طيب يبقى السيل دي بتعمل نفس الوظيفة اللي بيعملها الليستومك فاهمنا كده يعني مثلا السيل اللي موجودة في الليستومك وظيفتها ان هي بتعمل digestion طيب السيل اللي موجودة مثلا في الايه مثلا في النوز مثلا في مناخيري وظيفتها ان هي بتدخل الair زي ما أنا النوز بتاعتي بتدخل الair هي برضو السيل بتعمل نفس الfunction فاهمتوا كده فهي الحاجة الصغيرة اللي بتعمل نفس الfunction بتاع الأورجن بتاعها يعني بتاعت الليبر بتعمل نفس الfunction بتاع الليبر بتاعت النوز تعمل نفس الأفنكشن بتاعت النوز funcion يعني الذور عشان تبقوا فهمينها ماشي كدا فأنا لما أقعد أكلمكم كده وقلوكو البيلانت سيل دي فيها كزا وكزا 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 هتفهموا اكتر ولا لو جبتلكو اكتيفتي كده جبتلكو بلانت سيل نفسها وبصينا عليها وقلتلكو ده ده اللي انتو شايفينها دي اسمها كزا واللي انتو شايفينها دي اسمها كزا واللي انتو طبعا لما جبلكو حاجة وانتو شايفين الاكتيفتي اه قدامكم هتفهموا اكتر فعشان كده بيقول لي احنا عشان نفهم يعني ايه بلانت سيل? لازم نعمل اكتيفتي جه. لازم نجيب بقى البلانت سيل دي قدامنا ونقعد نبص عليها بقى ونعرف فين السيتوب لازم فين النيوكلاس فين الحاجات ديت. فهمين كده? فهو بيقول لي احنا هنحضر بقى بلانت سيل ونبدأ نبص عليها مع بعض ونشوف بتتكون من ايه. بيقول لي ستيجيس اف بريبيرينج اسلايد اف انيون بلانت سيلز او بلانت سيلز يعني اللي موجودة في البصل في اشرة البصل هجيب اشرة البصل صغيرة كده رفيعة ماشي كده واروح بقى ايه مجهزها وابدأ ابص عليها من خلال المكروسكوب اللي هو الجهاز هتشوفه وراء اللي بيشوف الحاجات الصغيرة ده او بيكبرها ونبدأ نشوف بقى البلانت سيل دي جواها ايه ونبدأ نشور على الحاجات اللي جواها ماشي كده فانا دلوقتي المراحل بقى الخطوات بقى اللي هعملها عشان احضر السيل دي. ايه هي بقى? اول حاجة التولز الادوات اللي هاستخدمها. اول حاجة حاجة اسمها فوسيبس. الار مش بتتنتق. فوسيبس. فوسيبس ده اللي هو ده. اللي هو الملؤات ده. اللي بامسك بيه الحاجة. ماشي كده? اجلاس سلايد. اجلاس سلايد يعني شريحة ازايز. زي شريحة النضارة اللي انا لابسها دي. هي بقى شريحة ازايز كده. ماشي? طيب هو ده اجلاس سلايد. بعد كده اجلاس سلايد. يعني ايه يعني شايفين ديت كده كأن جبت واحدة زيها يعني كأن جبت شفتوا العدسة دي كأن حطتها كده هو هي دي مثلا الجلاس سلايد الكافر سلايد كأن جبت العدسة التانية وغطيتها بيها كافر غطى غطى بس من نفس الشريحة دي اغطي بيها ماشي كده طيب بصلة هجيب بصلوية ماشي كده فاهمتوا دي دي الادوات اللي عندي بعد كده نعمل ايه بقى نعمل هول اكتيفتي اول حاجة اروح فاتح البصلية كده شعيقها ماشي وبعدين اروح واخد طبقة من جوة وهقول لكم ليه اخد طبقة من جوة مش اخد طبقة من برا طبقة من جوة هتلاقوا فيها المادة بتاعتها كده اللي هي ايه المادة اللازجة دي فهتخليني اشوف الخلية بشكل افضل فهمتوا كده عشان كده انا باخد الطبقة اللي جوة مش اللي برا وكمان مش اخد الطبقة اللي جوة كلها دي انا هاخد حتة منها كده هقول لكم عليها ايه انهي حتة يبقى اول حاجة هروح شايل الانترن اللي في الورقة اللي جوة هسيب اللي برا كده وهشير الورقة اللي جوة دي اللي هشتغل عليها طيب بعد ما شير الورقة دي الورقة دي الورقة بتاعت البصلة دي هتلاقواها كده عليها طبقة شفافة صغيرة جدا يعني رفيعة جدا يعني اشرة كده بسيطة خالص بتتقشر هتروح مقشرينها واخدينها هي دي هي دي اللي هتاخدوها وهتسيبوا ورقة البصل يعني هتسيبوا الورقة دي خلاص مش هنستخدمها. احنا هناخد من فوقها بس القشرة الصغيرة كده البيضة. يعني خلي ما متكو او باباكو يبقوا يورها لكم. قشرة كده بنشيلها من عليها. ماشي كده? طيب. يبقى بيقول له اللي هي القشرة يعني اللي برا دي. اللي انا بقول لكم هتجيبوا الورقة وتشيلوا القشرة من عليها. وبعدين ايه? يعني غشاء او غطى. هي القشرة دي. هنروح شايلينها بالملقات ده. شايلينها بها كده. طيب. بعدين اروح جايبها كده بقى وجايب الجلاس لايد اللي قلت لكم عليها دي. واروح حاطة البتاع الشفافة دي اللي انا خدتها من الانيون دي. حطها عليها. ماشي كده. وبعدين اروح حاطة عليها شوية نقطة مية كده. طيب. وبعدين فاكرين الغطى اللي قلت لكم عليه. اروح جايب وامغطيه. وامغطي البتاع. الرينج بين في النضارة. بقى الوانه. هو لونه ابيض عادي. بس هو ان النضارة هي عكسة العكسة الليت يعني. هبقى ان شاء الله يما تطلع سنة خمسة هبقى اشرح لكم الدرس ده. طيب. اه يبقى انا قلت اهو هروح جايب بقى القشرة دي حاطتها هنا. وحاطت لكم عليها نقطة مش انا اللي هحط يعني اللي بيعمل هيحط عليها النقطة ويجيب السلايد ده ويغطيها بيه. ويسيبها شوية. بعد ما يسيبها شوية هيروح جايبها وحاطتها تحت الميكروسكوب ويبدأ يبص كده بقى في السيل دي. ماشي كده. طيب. بوتزا كافر سلايد جراديولي اه ان ات. هات بقى الغطة ده وحطه عليها بقى يعني انا تاني كل شوية قلع النضار. دلوقت انا حطيت القشرة هنا. ماشي كده. هروح جايب الغطة بعد ما حطت. حطيت القشرة. هروح حطت عليها شوية مية كده. واروح جايب الغطة مغطيها. ماشي كده واستنى شوية. هقول لكم بقى بعد كده نعمل ايه? يبقى الخطوات اهي. اول حاجة هاخد الطبقة اللي جوا مش اللي برا. تاني حاجة هروح واخد الطبقة دي وشايل منها الجزء الصغير ده. وراكن الورقة على جنبه. وجايب الجزء الصغير ده. حطه على عدسة. اه اللي هي السلايد. واروح حطت عليه شوية مية ومغطيه. ماشي كده? طيب. بعد كده هروح واخد بقى اللي انا عملته ده. واروح بقى حطه تحت الميكروسكوب. تعالوا بقى نشوف هنحطه تحت الميكروسكوب ازاي? قبل ما حطه تحت الميكروسكوب هروح جايب المجنفين لينس دي وبص عليه. ماشي كده هلاقي انه مديني الشكل ده. بس الاولة هو. to prove that the plant tissue is made up of similar units called plant cell. مش هنقول بقى similar. لأ. symmetric. مش مش similar. هنقول symmetric. units called اسمها plant cell. ماشي كده? اول حاجة. شفتوا الحاجات اللي احنا لسه جايبينها ورا دي. هو بيقول لي examine the previous prepared slide by the magnifying lens. هات الحاجة اللي انت examine يعني يعني افحص previous prepared slide. الشريحة اللي انا لسه عاملها ورا دي. الحاجة اللي انا لسه عاملها ورا. by the magnifying lens اللي هي العدسة المكبرة دي. هفحصها هلاقي ان هي مكونة من الحاجات دي. ماشي كده? هيقول لها observation. اللي انا هشوفو. presence of similar units that are arranged together. في حاجات كده مترتبة جنب بعض. ماشي كده? طيب. هلاقي وجود يعني. حاجات صغيرة similar units. آآ مترتبة جنب بعض. طيب. بعد كده بقى هاخد واحدة من دول بس. يعني حتة صغيرة منها او جزء صغيرة جدا منها. واحطه تحت الميكروسكوب ده. الميكروسكوب ده حاجة بتكبر اكتر من اللينز دي بمية مرة ايه? لا. يعني بكتير جدا. بكتير جدا جدا. يعني اكتر من مية مرة واكتر من الف مرة. هي حاجة بتخليني حتى شوف الحاجات اللي ما ما اقدرش اشوفها بعين كويس. فاهمين كده? ما هو ده الميكروسكوب? examine one of the similar units. هاخد واحدة منهم وحطها تحت الميكروسكوب. by the compound microscope. ده اسم compound microscope. طيب. ال observation اللي هشوفه? هشوف ال plant cell. contains the mini components. هشوف ال plant cell دي اللي فيها mini components. هو فين ال plant cell? هشوف البتاع دي. ال plant cell دي. هي دي اللي هشوفها. ماشي كده? بس مش هشوف واحدة بس ده انا هشوف كتير جدا. وكل واحدة هشوف الحاجات اللي جواها كمان. فهمتوا? يعني دي موجودة فين? دي موجود منها كتير جدا في في الحاجة الصغيرة دي. في الحاجة في الواحدة الصغيرة من دول موجود منهم كتير جدا. ماشي كده? انا بقى لما حطها تحت الميكروسكوب هتبدأ الصورة دي توضح لي. تظهر لي. ماشي كده ولما تظهر لي? يا رب لما تروح المدرسة يكون في هناك اكتيفتي تعمله في المعمل تعمله عليها وتشوفوا الحاجات دي. يعني وانا صغير قدوكم يعني كانت مامتي هي مدرسة العلوم. فكاد فعلا بتاخدنا وتورينا الحاجات دي يعني. وكانت موجودة. فانتوا ان شاء الله تلاقوا في المعمل عندكم حاجة زي كده. وتشوفوا ال plant cell دي. ماشي هتشوفوها. وموجود جواها ايه ال component دي. طيب. يبقى فهمنا كده عملت ايه? بعد ما جبت الحاجات اللي انا حضرتها ورا دي. رحت بقى حطتها تحت الميكروسكوب بصيت لقيتها مكونة من 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 السيلز اللي ورا دي اللي هنشوفها. طيب طيب. بيقول لي عندي اجروب اه نجاوب على الاسئلة دي بسرعة كده. write the scientific term a group of similar cells. similar cells. مش احنا قلنا السيلز لما تجمع كلها مع بعضها. السيلز هي لو تجمعت كلها مع بعضها تتكون لي ايه? تكوني تيشيز. يبقى similar cells تعتبر تيشيز. طيب. كويس. لسا بيسا. طيب. بنقول تاني حاجة زا building unit of plant body. مش هو والله بيقول لي plant body. فاقول له plant cell. يقول لي animal body اقول له animal cell. طيب. root systems and leaves. الroot والstems والليف دي تعتبر ايه? تعالوا كده وراها لكم وانتوا فكروا كده. الroot اللي هي دي. دي root. ودي stem. ودي leaves. دي تعتبر ايه? دي تعتبر organs. بس. organs بتاعت البلانتس. زي مثلا ما يقول لي hand liver. آآ 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 استوفيجاس. stomach. الحاجات دي ايه? الحاجات دي organs of body بتاعت ال human. طيب. نفس الكلام. دي organs بتاعت البلانت. ال roots. اللي هو دوت. والليفز. اللي هي دي. دي organs بس of plant body. ماشي كده. طيب. كل الحاجات دي تيجي في اللي تشوز عادي. يبقى organs of plant body. طيب. now بقى after the examination. آآ بعد بقى ما نفحص ونشوف ان ال plant cell دي. عايزين نعرف بقى هي جواها ايه? ال plant cell دي. now after the examination of the of the plant cell. we can explain the structure of the plant cell as follows. احنا نقدر بقى ان احنا نشرح ونوصف بقى ال structure التركيب بتاعت البلانت سيل بقى. ايه اللي جواها بقى? وكل حاجة جواها دي بتعمل ايه? طيب. اول حاجة البلانت سيل. اول حاجة في البلانت سيل حاجة اسمها السيل وال. اللي هي حواليها دي. بصوا خلي بالكم من الفرق ده. شايفين السيل وال? اللي هي الخط اللي بالاحمر. مش اللي بالاصفر. لا الخطر اللي بالاحمر ده? اللي بالاصفر ده اسمه بلا exiting Lin cil mp fathers. لكن ده اسمه سيل وال الخطر اللي بالاحمر اللي بره ده. يبقوا خلي بالكم لما يشودلي ويقافلي على الخطر اللي بالاحمر يبقى ده السيل وال. السيل وال ده بيعمل ايه? هقول لكو انا. تخييروا انا لو عندي شوية مية كده زي دول ودلقتهم. دلقتهم هنا. هتلاقوهم انهما هينتشروا فكل مكان. صح كده على المكتب اللي انا قاعد عليه ده. لكن مثلا لو جبتوهم المية دي وروحت محوطها بحاجة كبيرة مثلا يعني يعني هقولكو على حاجة الاستيك دوت لو انا دلوقت دلقت المية فهينتشروا على الكتاب عادي بشكل عشوائي كده لكن لو حطتهم مثلا هنا مش هما هياخدوا الشكل ده فالسيلول بتاع البلانتسيل هو اللي بيخلي الكمبونانس دي تاخد الشكل ده هو اللي مش بيخلات انتشر كده في اي مكان وتخرج وتمشي السيلول عارفين الحيطة اللي بتحمي الكمبونانس دي اللي بتخلي الكمبونانس دي موجودة جواها وبتاخد شكل محدد ماشي كده هتعرفوا ان الانيمال سيل دي البيلانتسيل هتعرفوا ان الانيمال سيل ما فيهاش سيلول فعشان كده مش بتاخد شكل محدد فهي دي السيلول هي اللي بتخلي البيلانتسيل دي لها definitely shape شكل محدد شكل سابت فهمتوا كده السيلول دي لازمتها ايه طيب هقولكو عليه هاي هنقرواها اول حاجة السيلول اتقس زاول زت Surround the plant cell from the outside هو surrounded يعني بيحوط يعني حوالين الplant cell من بره ده السيل وال حوالينه ماشي كده It's function وظفته ايه يعني It's support the plant cell and gives it a definite shape هو بيدعم بيحمي support is بيحمي بيدعم الplant cell دي وبيديها and gives it a definite shape وبيديها شكل سابق بقى بدلا ما بيبقى لها شكل عشوائي كده وما لهاش اي حاجة سابتة كده لا هو بقى ايه بيحميها كده عاملة زي ايه زي بيت كده عندي مثلا كتاكيت صغيرة مربيها وانا بقى ايه عامل حوالينها كده الول ده صور كده بيحميها بقى كده وبيدي المكان اللي هم عادين فيه شكل محدد يخليها على شكل دايرة كده فهمتوا كده السيل وال بيعمل ايه طيب بعد كده بلازمة أو سيل ممبرين السيل ممبرين ده اللي هو تحت بقى اللي هو معمول باللاصفر ده فهمتوا كده طيب بيقول لي ايه هو بقى السيل ممبرين ده it is the membrane that surrounds the cytoplasm السيتو بلازم شايفين النقطة الصغيرة دي يارب بتكونوا شايفينها كويس السيتو بلازم شايفين النقطة الصغيرة دي دي اسمها السيتو بلازم السيل ممبرين ده بقى بيحاوتها مش انا شايف كده ان هو محاوتها نفس كلام السيل وال بس هو محاوتها وبيعمل حاجة تانية غير اللي السيل وال بيعملها طيب الفنكشن بتاعت وظيفته بيعمل ايه control the substances that enter or leave the cell هو الحارس اللي بيدخل ويخرج بيدخل الايه بيتحكم في السبستنسل اللي ممكن تدخل السيل او ممكن تخرج منها هو ده بيعمل كده فهمتوا كده بقى هو ده اللي يقدر يقول مين يدخل ومين يخرج هو الايه هو السيل ممبرين ده او البلازم ممبرين ليه اسمه بلازم ممبرين او سيل ممبرين هو بيعمل ايه controls بيتحكم في السبستنسل في المواد اللي ممكن enter تدخل او leave او تسيب او تخرج leave تخرج من السيل فهمين كده طيب تالت حاجة عندي مين عندي سيتو بلازم اللي قلت لكم النقطة الصغيرة دي ركزوا بقى معايا في السيتو بلازم دي السيتو بلازم اول حاجة بيقول لي اتزا فلود ذات فيلز ذا سيل هو عبارة عن فلود بيملد سيلز يعني ايه فلود فلود يعني سائل لازج سائل لازج يعني ايه هجبها لكم بالروحة واقول لكم هو زي مين بالزبط ماشي كده سائل لازج زي الزيت كده عارفين المية ما تمسكها صح طيب تمسكوا نقطة مية وتمسكوا نقطة زيت مش بتلاقوا الزيت كده بيخلي ايديكو تتزحلق كده ده بسبب ان هو بيبقى فلود بيبقى ان هو سائل لازج فالفلود دوت يعني هو سائل لازج زي الزيت كده او زي ايه زي العسل او زي ايه بقى بالزبط زي الطبقة المخاطية اللي موجودة في النوس بتاعتنا طيب انا بحاول افهمكم باقصى قدر فانتو مثلا اي حاجة انتو ممكن ما تتقبلهاش او تشوفوها زي اما انا ممكن اكون شايفكم هتشوفوها حاجة مقرفة لا انا عايز افهمكم فانتو لازم تفهموا هي بالزبط السائل تبلازم ده عامل زي الطبقة المخاطية اللي موجودة جوه النوس بتاعتنا بالزبط ماشي كده حاجة لازجة زيها كده طيب مالوا بقى الفلود ده اللي هو السائل اللازج ده مليان في السل شوفو مالي السل عامل ازاي يعني كل الكمبوننس بتاعت السل اللي هي الحاجات اللي انا شايفها دي مثلا كل الحاجات دي يعني ايه يعني متعلقة جوه السائل تبلازم اصل انتو دلوقتي لو مثلا ايه رميت حاجة في الهوى كده هتقع بالسهولة صح لكن دلوقتي لو رميت حاجة جوه سائل لازج زي ما انتو زي ما انا وصفتلكو كده السائل تبلازم ده عبارة عن ايه الحاجة دي ممكن ما تقعش ده ممكن تتعلق جواه صح كده لو هي تقيلها شوية هتفضل تنزل 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 شوية لغاية ما تقف عند مكان صح كده علشان كده بتلاقوا ان الحاجات دي متعلقة فيه لا هي بتطلع ولا بتنزل متعلقة حتى من غير ما حاجة تمسكها يعني من غير ما انا مسكها من فوق او حد يشدها من تحت لا ده هي متعلقة كده في السائل تبلازم ماشي كده فهمتو يبقى السائل تبلازم بيقول لي عليه انه هو عبارة عن فلويد سائل لازج ما للسل كل المكونات دي بتاع السل متعلقة فيه طيب الفنكشن بتاعته ايه اول فنكشن طبعا اللي هو كل المكونات متعلقة فيه كل المكونات متعلقة فيه بس تعالوا نفهم ايه الفنكشن بتاعه كل البيولوجيكال اوبريشنز بتاعت السل بتحصل فيه هو يعني ايه بيولوجيكال اوبريشنز يعني عمليات حيوية يعني ايه عمليات حيوية انا مفهمتش حاجة بصوا انا في البادي بتاعي لما اقول مثلا بعمل ايتنج باكل بعمل روننج بعمل بريسنج كل دي اسمها بايولوجيكال اوبريشنز فهمتو كده البيولوجيكال اوبريشنز اللي هي اي حاجة انا بعملها بعمل بريسنج بتنفس باكل بشرب بجري كل الحاجات دي اسمها بايولوجيكال اوبريشنز ماشي كده كل بقى البيولوجيكال اوبريشنز اللي بتحصل في السل دي بتحصل جوه السيتو بلازم ده او من خلال السيتو بلازم ده طيب هو ايه البيوليجيكا الابريشن مثلا اللي ممكن تكون بتحصل جوه السيل يعني هل دي بتاكل بتشرب بتجري بتعمل بريسنج لأ بس السيل دي في حاجة اسمها مثلا فوتو سينس بروسس ماشي كده يعني ايه الفوتو سينس بروسس دي عشان مش هيفسرها لكم هم هنا يعني عملية البناء الضوئي العملية دي اللي من خلالها البيلانت بيقدر يعمل الفوت بتاعه ماشي كده فدي اسمها باليجيكا الابريشن يبقى تاني انا بقول الجيكا الابريشن بتحصل هنا طب باليجيكا الابريشن زاي ايه زي الفوتو سينس بروسس طب ايه Eg啊 الفوتو سينس فيروسس زي ما بقول لكم كده مثلا هي الحاجة اللي من خلالها البيلانت بتقدر تعمل الفوت بتاعتها ماشي كده فهمتو يعني ايه بقى ان بتحصل جوه دي. يعني مسلا بتحصل جوه السيل هنا. اللي هي بتاعت النبات بيقدر يعمل منها الاكل بتاعه. ماشي كده? طيب. ادي فاهمتوا كده ان هي سائل لازج مليان في السيل وهو كل بتحصل فيه. طيب. تعالوا على رقم اربعة دي اقول لكم ايه? العصب. يعني الحاجة المهمة او في السيل. اهم حاجة في السيل. ماشي كده? عارفين مسلا لما يكون اقول لكم. لما يكون مسلا ايه? واحد هنا واقف. ماشي كده? او ربطين مسلا هنا حاجة. ماشي كده? ودي مسلا ايه اه مرجيحة ومرجيحة او لعبة يعني عربية وعربية 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 وكده. ماشي كده? طيب. مش مش اللي ربطة العربية ديت ببعض او اللي موصل الاتنين دلو وعملين يدوره لو دي بوزت او تقطعت ماشي كده مش الحاجات دي هتبوز كلها طيب هي النيوكلس دي بقى هي العصب هي الحاجة اللي في النص اللي لو تقطعت السيل هتبوز لو النيوكلس دي بوزت او فيها اي خلل السيل كلها هتبوز فالنيوكلس دي الحاجة اللي موجودة في السنتر بتاعة السيل او اهم حاجة في السيل لان هي العصب بتاعة السيل ماشي كده ليه بقى العصب بتاعة السيل مش العصب كلمة صعبة مش هتفهمون لأ هي الحاجة المهمة قوي في السيل. اهم حاجة يمكن في السيل. لان هي اللي ايه اللي بتتحكم في كل حاجة في السيل. فهمتوا كده? طيب. فالنيوكلاس دي بقى عبارة عن ايه? هقول لكم ليه مهمة? الوظيفة بتاعتها هي اللي بتنظم الحاجات اللي بتحصل في السيل. يعني مثلا ان السيل يحصل فيها مثلا او يحصل فيها ان هي تنقسم. طيب هي بقى اللي تنظم. تقول مين يحصل قبل مين? تقول مين يخرج ومين يدخل? تقول مين يتحرك بالشكل ده. مين بيعمل كده؟ مين بينظم الحاجات دي؟ هي النيوكلس دي. فهمتوا كده؟ النيوكلس هي الحاجة اللي بتنظم كل حاجة في السل. فهي بيقول لي بتنظم ال stainless妳 اللي بتحصل في السيل تقول مين يحصل قبل مين مين يحصل في الوقت ده ومين ما ينفعش يحصل في الوقت ده وهكذا هي نيوكلاس دي بتعمل كده مسؤولة عن ايه بقي النيوكلاس دي يعني ادي فانكشن لها وفيه فانكشن تانية يعني اول فانكشن هي بتنظم ال stainless azione تانية حاجة هي مسؤولة عن ان هي سيل ديفيشن يعني ان دي تنقسم وتبقى واحدة تانية تتضاعف بدل ما هي تبقى واحدة تبقى تنين طب هي حاجة زي كده بتحصل اه وحاجة غريبة جدا سبحان الله هنشوفها بصوا احنا لما بنتعور ماشي كده لما بنتعور عارفين ايه اللي بيحصل مثلا مش بعد شوية الجرح بتاعنا ده بيلم بقى وبيرجع الجلد تاني عارفين ايه اللي بيحصل هنا في الوقت ده اللي بيحصل ان السل ان الجزء اللي اتعور ده موجود في سل كزا سل كده ماشي فالسل الوحدة دي دي سل سليمة خلية سليمة يعني جلد سليم بتبدأ ان هي تنقسم كده وتبقى تنين بدل ما هي واحدة تبقى تنين والواحدة دي تبقى تنين ودي تبقى تنين كتير جدا فبيعملوا سلز بيعملوا جلد جديد بسبب ايه بسبب ان السلز دي قعدت تنقسم تنقسم وتكتر قوي تكتر قوي تكتر قوي برغم ان هي كانت سل واحدة في الاول لغاية ان ما كونت سلز كتيرة فخلت الجلد يلم تاني على بعضه فهمتوا ان موضوع دي حاجة مهمة قوي وحاجة سبحان الله غريبة جدا يعني احنا لما متعور ايه السبب ان الجرح بيلم ان السلزي دي بتاعتنا السلزي السليمة بتبدأ تنقسم تنقسم وتكتر قوي فبتلم على بعضيها بقى مش بها بتكتر فبتلم على بعضيها وتتلحم مع بعضيها كده وتكون لي جلد تاني بشكل طبيعي فهمتوا كده طيب مين بقى اللي مسؤول عن ان السل دي يحصل لها دي هي دي فهمتوا ان دي من اهم الحاجات اللي موجودة في السلز يمكن انا شايفها اهم حاجة بس انا مش عندي هنا موجود ان هي بس انا بقول لكم ايه انا شايفها اهم حاجة لكن احنا نلتزم باللي موجود في الكتاب ماشي كده طيب يبقى فهمنا الوظيفة بتاعت النيوكلاس طيب خمس حاجة حاجة اسمها جرين بلاستيدز جرين بلاستيدز انا عارف جرين بلاستيدز ماشي كده جرين بلاستيدز او اسمها كلورو بلاستيدز لو لاحظين هي كلهم لونهم ايه اللي هي الحاجات دي كلهم لونهم ايه كلهم لونهم جرين ماشي كده فاكرين الفوتو سينسس بروسوس اللي قلتلكو عليها اللي هي البروسوس اللي من خلالها اللي من خلالها البلانت بيقدر يعمل الاكل بتاعه طيب هي بقى دي المسؤولة عن حاجة معينة في الفوتو سينسس بروسوس بتعمل مهمة معينة تعالوا نشوف ايه المهمة اللي بتعملها زير فانكشن وظافتها هي مسؤولة هي بتعمل الفود صح كده ببساطة الفوتو سينز بروسس دي هي بتوب عبارة عن ان البلانت دوت البلانت اللي عندي اللي هو ده ماشي كده بيروح واخد شوية حاجات ايه هي شوية الحاجات اللي بياخدها بتكون الصن موجودة هنا مثلا كده فبيروح واخد منها اللايت بياخد منها الضوء ماشي كده وبيكون الكاربون داكسايد موجود في الهواء بياخده منها هو كمان وبيكون الووتر المية موجودة في السويل موجودة في التربة بياخد التلاتة دول ويعمل منهم الاكل بتاعه ففهمتوا ايه الفوتو سينز بروسس هي البروسس اللي عن طريقها البلانت ده بيبدأ ياخد الصن وياخد الكاربون داكسايد وياخد الووتر ماشي كده ويروح مجمعهم مع بعض كده وعمل الاكل بتاعه ففهمتوا كده ازاي ايه هي الفوتو سينز بروسس طيب ايه بقى ايه علاقت بقى الجريم بلاستيز دا بالموضوع مشانا قلتلكو هنا بياخد الصن الجريم بلاستيز دي هي اللي بتاخد اللايت من الصن هو مش بتاخد الصن هي بتاخد اللايت بتاخد الدوق من الشمس صحي كده الجريم بلاستيز دي بقى اللي موجودة في الليز دي هي اللي بتعمل بتمتص اللايت من الصن ماشي كده فهمتوا يبقى الكولورو بلاستيز او بلاستيز او الجريم او الجريم بلاستيز هي بتعمل ايه؟ هي بتاخد ضوء الشمس بتمتصه أثناء العملية اللي بقول لكم عليها دي ماشي كده؟ طب ومين أنا عرفت خلاص إن الجريم بلاستد هي اللي بتاخد ضوء الشمس طب مين اللي بياخد المية من السويل؟ اللي بياخد المية هي الروتس يعني اللي بياخد المية مش إحنا قلنا بتاخد مية وبتاخد كربون ديكسايد وبتاخد سان لايت آه عرفت إن الجريم بلاستد هي اللي بتاخد السان لايت طب مين اللي بياخد المية؟ اللي بياخد المية هي الروتس ماشي كده علشان مش قيلن هالكو هنا ومش هيسألكو عليها بس انا ايه حبيت اقولها لكم طيب بعد كده بقى بالروحة عشان ننطق ديه بالروحة حاجة اسمها ساب فاكيول ساب فاكيول فاكيول فاكرين كلمة كافيتي يعني فاجوة صح كده يعني ما كان فيه فاضي فاضي بس فيه شوية حاجات ممكن يبقى فيه شوية حاجات ايوة الفاكيول دي حاجة اسمها برضو تجويف تجويف كأنها حفرة برضو كأنها فاجوة بس هي هنا مش فاضية قوي مش عندكم لها اي حاجة بس انا هشرحها لكم بسرعة الفاكيول دي عبارة عن فاجوة كده او تجويف بالشكل ده ايه وظيفته وظيفته انه بيبقى فيه الووتر المية بتبقى موجودة جواه الووتر بيبقى موجود جواه الووتر بتاع السل بيبقى موجود جواه تاني حاجة هي كمان اللي بتطرد الحاجات الضرة من السل زي مثلا الفاكرين في الديجيستف سيستم كان فيه اللارج انتستن مش دي هي اللي السل مش عايزها وتطرده براها ماشي كده يبقى دي التجويف الكبير ده اسمه هي ليها نطق تاني صعب جدا فمش هعرف ان انا احفظه لكم ماشي كده بس النطق البسيط هنقول ساب ماشي كده النطق الصعب لها اسمها يعني بقول اليو دي مرتين لكن احنا هنقول ماشي كده طيب مالها بقى فيها ايه فيها الووتر وهي اللي بتطرد الحاجات الضرة بس مش عليا يبقى فهمنا بقى الكمبونانس بتاعة البيلنتسيو عشان هندخل دلوقتي على انيمال سيل السيل وال اللي قلنا هي دي وظيفتها ايه ساب بورتي اساب بلنتسيل بوضب بوضب بتاديها شكل سابت بتادي ال بتاعديها شكل سابت السيل شكل سابت الميمبيرين اللي بتتحكم في الحاجات اللي دخلة واللي خارجة من السيل اللي هي اللي بتعلم اللاه صفر دي طيب السيتو بلازم قلنا اللي هي الفلويد السائل اللازج كل بتحصل فيه وايه كمان اه وان كل المتعلقة فيه طيب رابح حاجة قلنا اهم حاجة موجودة في السيل واللي من خلالها هي بتنظم كل الحاجات اللي هتحصل في السيل بتنظمها وكمان بتعمل ايه مسؤولة عن السيل دي فيجن ان السيل دي تبقى سيل تانية جنبها وهكذا ماشي خمس حاجة الجريم بلاستيد اللي قلنا بتعمل ابزوربشن للسانلايت بتمتص السانلايت عشان نعمل فوتو سينز بروسس عشان تقدر النباتي يقدر يعمل اكله سادس حاجة ساب فكيوية ودي اللي هي عبارة عن الفاجوة اللي موجود جواها الووتر واللي بتطرد الحاجات الضره من ايه من السيل خاي ندخل بعد كده على الانيمال سيل الانيمال سيل برضو الانيمال سوف أعطيكم دلوقتي ازاي السيل دي بتتقسم او هوريها لكم الفيديو ده استنى ورها لكم ازاي السيل دي بتتقسم هتلاقوا ان واحدة بس بقوا اثنين بصوا كده لا مش دي بسم الله بصوا دي كتسيل واحدة هي السورة مش واضحة صح بكت اثنين سيل هارجعها لكم تاني هارجعها لكم تاني بصوا كده أقرب الكامل دي كتسيل واحدة هي زي ما انتو شايفين دي السيل اللي هي المination ماشی كده يارب بتكون واضحة بتبدأ بصوا هي بتبدأ تتقسم هي بقيت اتنين ماشي كده هقول لكم على حاجة اكتبوا على اكتبوا على 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 اليوتيوب اكتبوا بلانت سيل ديفيجن اهو بلانت سيل ديفيجن ماشي كده وانتوا هتلقاوها هي بتتقسم ازاي طيب ندخل بعد كده على الانيمال سيل احنا علشان المرة اللي فاتت علشان ندرس عملنا ايه علشان ندرس احنا رحنا جايبين الورقة بتاعة البصل دي وروحنا بقى محضرينها وحطنا عليها مية وحطينا سلايد وقفلناها عليها كده وغطناها واستنينها شوية لا هنا بيقول لي بقى بيقول لي ready ready made سلايد اف ان انيمال اه اه هو سلايد جاهزة بقى خلاص يعني انا هجيب السلايد يعني بصو مش هعمل الخطوات دي كلها مش هعمل الخطوات دي كلها لا انا هجيب السيل على طول وارح حاطتها تحت الميكروسكوب ماشي كده طب هجيب انهي سيل هجيب هقول لكم to prove that the animal tissue is made up of similar units called animal cells علشان نثبت ان التشو الواحد مكون من cells شبه بعض ماشي كده check already made slide يعني واحدة بقى جاهزة خلاص بقى مش هنعمل احنا سيل من اول وجديد of mouse lining membrane يعني ايه mouse lining membrane انا في الصورة اللي كنت ورتها لكو دي بصوا كده ده واحد اه اهو ده واحد عامل ايه ده واحد ولد يعني اه فاتح بقه كده وماسك وماسك ايده ببقه الم membrane اللي هو الجزء ده الم membrane بتاع اللي هو الجزء ده يعني اللي تحت اسنانه ده اللي هو الجزء ده يعني اخد كتعة جلد صغيرة منها هي دي بقى تعملت كده هو اخدوا كتعة جلد صغيرة كده صغيرة خالص يعني ده انا حتى ممكن اقطعها بسناني مش حاجة خطيرة يعني ماشي وراحو حطوها تحت الميكروسكوب هي دي dh lining membrane اللي هي الغشاء بتاع الفم الغطى بتاع الفم اللي هو حاجة بسيطة جدا جدا كده ماشي وحطها تحت الميكروسكوب وفي ايه اني مال باي زي ميكروسكوب من خلال يعني اخدوا الميكروسكوب بتاع من واحد من الانيمال وحطوها تحت الميكروسكوب طيب الـ observation اللي هيشوفوه هنا presence of similar units that are arranged together في similar units هي مترتبه جنب بعض ومحطوطة كده اللي هي مين اللي هي cells طيب خطيب The animal tissue is composed of similar units الانيمال tissue الواحد بتاع الانيمال اللي هو مثلا زي ده كده مكون من similar units حاجات شبه بعض جدا المفروض اقول symmetric اقول متمثلين اسمها ايه؟ اسمها cells ماشي كده Where each cell contains many components ثاني The animal tissue اللي هو الصغير ده Composed of similar units مكون من units صغيرة اسمها cells اللي هي الانيمال cells Where each cell contains كل cell بقى جواها components برضو زي ما انا خدت plant cell مش جواها components هاخد الانيمال cell وهاخد ان جواها components طيب تعالوا نشوف التويتشنز دي complete the following statement the unit of structure and function in the plant body is unit of structure and function هنا مش قال ل building unit بس انا برضو خدت definition تاني للسل ان هي unit of structure and function بس بيقول لي plant body فهقول له plant cell ولا animal cell هقول له plant cell ماشي كده while the building unit of animal body the building unit of animal body the building unit of animal body اهو قال لي building unit فbuilding unit يبقى هديع cell بس بيقول لي بتاع مين بتاع animal يبقى اقول له animal cell طيب بعد كده التشو الاحد بتاع ال بلانت مكون من اي من سيلز بس هو بيقول لي plant فępا قول له building cell يبقى تاني التشو ده الواحد مكون من اي مش قلت من sale كتيرا طيب ويلزا آمال اورجان ال اورجان مكون من اي مشه States ده الاورجان مكون من ايه من حاجة اصغر منه اسمها التشو. التشو مكون من حاجة اصغر منها اسمها السل. لكن هو هنا بيسأل لي على الاورجان مكون من ايه? اقول له من تشو. ماشي كده? طيب. بس هو بيقول لي انيمل اورجان. مش بيقول لي مسلا اورجان وخلاص. فاقول له يبقى انيمل تشوز. ماشي كده? مكون من ايه? تشوز. هنا عندي هنا مكتوب ديفرنت او ار سيميلر انيمل تشوز. هي الفكرة ان انا عايز اقول ان هي animal tissues. ماشي كده? animal tissues. ان هي بتاعت الانيمل. هقول different or similar مش مشكلة. ماشي كده? طيب. now after the examination of the animal cell. بعد ما انا فحصت الانيمل cell. we can explain the structure of animal cell as follows. ممكن نوصف الانيمل cell كالتالي. نمسك بقى الانيمل cell ونوصف الـ components بتاعتها او structure او التركيب بتاعها بتاع الانيمل cell. تعالوا نشوفها. اول حاجة the structure of the انا في حاجة كتيرة او في الانمال سيل بس هتلاقيه في حاجات مختلفة يا اول حاجة مثلا اول حاجة ان هناك فالبرانتسيل هاجدلكو بقى الرسمتين فالبرانتسيل قلتلكو فاكرين البتاع دي كان اسمها ايه? اللي هي الصح كده? ماشي كده اللي هو اللي كان برة طيب في الانيمال سيل مش هاتلاقوا سيلوول خالص. بصوا استهلا اريد과 إقامها في هادي. بصوا كده في الانيمال سل مش شايفين دي اللي هي السيل دي? هاتروحوا هناك في الانيمال سيل مش هتلاقوها. عشان كده هتلاقوا ان participation ما لدي fallast form terms. دي اسمها السيلوول. دي موجودة في الانيمال سيل tills لا مش موجودة في الانيمال سيل بس. يبقى اول شي ViBlaz例えば goringを طول. اللي هو كان هنا معمول باللا صفر. شايفين دي? يبقى اول حاجة سيلول مش موجودة في الانيمال سيل. هنلاقي على طول اول حاجة نبدأ بها البلازمامنبرين اللي هي دي. طيب. يبقى اول حاجة اللي هي مين? اللي هي البلازمامنبرين اللي هو جواه باللا صفر دي. طيب. اللي هو قصدي بالبني ده معلش. ماشي كده البلازمامنبرين اللي حواليه. طيب. الغطة او الغشاء اللي برا. ماشي كده? من الانيمال سيل. الغطة اللي امشي بره بألSen between Pi. فانكشن بيعمل ايه bahän هناك تف 같은데 بيعمل ايه? بيتحكم في حاجات اللي داخلها واللي خارجها. انا بتكلم على الممبرين مش على الول اصلا ما فيشول هناك. انا بتكلم عن الممبرين. مش قلنا الممبرين بيتحكم في في المواد اللي داخلها وخارجها من السل. نفس الكلام هنا. بيتحكم في س Danke في المواد الداخلها وخارجها من السل. علشان كده احنا لو فهمنا الاني مل سهلها سهلة قوي. طيب. تاني حاجة السيتو بلازم نفس اللي قلناه برضو هناك السيتو بلازم كان الفلويد اللي هو السائل اللازج بيعمل ايه هنا اتذا فلويد زاد فيلز زا سيل هو عباره عن سائل لازج مالي لسيل كلها ماشي كده طيب زاد فيلز زا سيل كل المكونات بتاعت السيل متعلقة فيه متعلقة فيه كده ما بتقعش وما بتتحركش بتحرك حركة بسيطة يعني ماشي كده فيه طيب it's function الوظيفة بتاعته كل بيولوجيكال اوبريشان او زا سيل اوكرز ان ات كل بيولوجيكال اوبرشان زا يقولنا مثلا الفوتو سينجيز بروسوس بتحصل في الايه في السيتو بلازم ده او من خلال السيتو بلازم دي طيب اثالت حاجة حاجة اللي هيا نيوكليس اللي قلناكات هناك اهي كانت نيوكليس دي هنا نيوكليس دي هنا هيا ماشي كده اللي قلنا من اهم الحاجات اللي موجودة نفس الحاجة بيقول لي هي بتنظم العمليات الحوالي بتقول مين يحصل قبل مين مين يحصل ازاي وفي انهي وقت مين يمشي من هنا ويتحرك اللي بتعملها طيب وتاني فانكشن لها تاني وظيفة بيها وهي اهم حاجة برضو هي المسؤولة عن ان دي تبقى بدل ما هي واحدة كده تبقى اتنين انا مصورها للأسف على الايفون اللي بتصور لكم منه فمش مش هلاقيها اكتبوا كده ياريت تكتبوا بلانت بلانت سيل ديفيجن وانيمال سيل ديفيجن هتشوفوا ازاي ان السيل ديفيجن دي بتبقى اتنين ببساطة جدا اللي بيحصل هي واحدة كده صح النيوكلس دي بتبدأ تنقسم ماشي كده وبتكون اتنين نيوكلس واحدة بتبقى هنا يعني بصوا بعد ما دي تنقسم هرسم لكم رسمة تانية بعد ما دي تبقى اسم بتبقى واحدة منها هنا ماشي كده بعد كده دي تروح واخده دي كده وتنفصل عنها تبقى كده لوحدها ودي تاخد ودي تاخد الجزء ده وتنفصل اللي بتبقى بالجزء ده بعد كده ينفصله خالص عن بعض تبقى دي لوحدها كده ودي لوحدها ماشي كده فهمتوا الفكرة هي دي سيل ديفيجن بصوا كانت واحدة بقت اتنين هيا دي سيل ديفيجن من الي مسؤول عن السيل ديفيجن ان يوكلس من الي مسؤول من مسؤول عن السيل ديفيجن ان نيوكلس ماشي كده بعد كده هنا في حاجه اسماء الاصبال الفاكيويل اللي هنا كبيرة قوي صح عندي بقى في الانيمال سيل بتبقى صغيرة بس مش واحدة بس ده فيه اكتر من واحدة هنا فيه واحدة بس كبيرة قوي هنا فيه اكتر من واحدة بس صغيرين ماشي كده نفس الكلام بيبقى فيها الووتر وبتطرد الحاجات اتضرره من السيل طيب ندخل بعد كده على من خلال دراستها هنبدأ بقى نشوف هو ايه اللي موجود في الاتنين مع بعض و ايه اللي موجود في واحدة ومش موجود في التاني تعالوا نشوف من خلال دراستنا للبلانت سيل والانيمال سيل ان أجدت هذه نشوف هنلاقى هنلاقى الآن هو بقى النزل والانيمال سيل بالرواحة witnesses اسمهاا ايه؟работك ريزو نقسمها الكبيرة بقى نقسمها綴 تقدمها كبيرة يقعم كبيرة ماذا نتنظر ب المجتمع بإملاً سي يسمع مثلاً الله محسن يتميز عن عبدالرحمن ويقع عنه فاهمين؟ اعرفوا من عبدالرحمن ابنiftsة لكن عليه ويعبدالرحمن كتوقم ان هو واحدة يعنى بني ولكن مش لا محسن يتميز عن عبدالرحمن ويقع عنى بني كبه ؟ then the plant cell تتميز عن الانيمال مواجهة اول حاجه.... سيلك وديت موجود في الول and the plant cell واستمرار تقوم بيحدى الغرار woah يقول لي الشارع المكان والشكومة مع الغرار هذا highs مع الغرار بيحدى الغرار هل إتبعى الغرار متى الحجومة؟ لا الأمر يقول هذه هي الغرار محتى البالم في ، مع الغرار متى الخرار هو الغرار пред Bella حسناً والأسفل لم يوجد هذا يبدأ إذن وجود السلول والغير بلاستيدز أو كلورو بلاستيدز بلاستيدز أقرأهم أخرى بالروحة غير بلاستيدز فيها D.I. هذه اسمها كلورو لا أضع أصلاً ه أنا أصلاً لا أضع ه سأضع كده كلورو بلاستيدز بلاستيدز كلورو بلاستيدز ماشي طيب حاجة تانية بقى يبقى احنا عارفنا الplant sil بتتميز عن الانيمال سيل بايه طب هي الانيمال سيل بتتميز عن الplant sil بايه ما هي للأسف ما بتتميزت بحاجة مافيش حاجة في الانيمال سيل مش موجودة في الplant sil ماشي كده طيب بيقول لي ايه بقى طب هما شبه بعض في ايه تعالوا نشوف شبه بعض في ايه Both animal and plant cell are similar. The animal cell and plant cell متشابهين في إيه. The two متشابهين في إيه. مثلما أقول محسن وعبد الرحمن. Both D يعني هما الاثنين. فاهمين كده كلمة Both. أنا أريد أشرحها لكم عشان كده كلمة Both. يعني هما الاثنين. متشابهين في إيه. هما الاثنين الانيمال وال plant cell similar متشابهين في إيه. طيب. The presence هما الاثنين. The presence فيهم. The plasma membrane. هما الاثنين فيهم plasma membrane. آدي البرازما membrane في الانيمال. وآدي البرازما membrane في ال plant cell. اللي هي اللي بالله صفر دي. ماشي. Cytoplasm. اللي اثنين فيهم. الفلويد. الفلويد. اللي هو السائل اللازج. الشيط البلازما هي. اللي هي الحاجات دي. واللي هي الحاجات النقط اللي معمولة باللسويد دي. وهنا في ال plant cell النقط اللي معمولة هي النقطة الصغيرة دي. اللي اثنين فيهم إيه؟ 걸تبريبائي. and nucleus. واللاتنين فيهم nucleus. ما ينفعش اصلا اقول على سيل ما فيهش نيوكلس لازم السيل يبقى فيها نيوكلس ماشي كده طيب يبقى هما متشابهين في ايه يبقى يقولي مثلا هما similar في ايه اقوله بلازما مبريين سيتو بلازما نيوكلس يقولي different في ايه مختلفين في ايه فان البيلانت السيل كاركتريزي اه بتتميز في ان فيها سيل والجريم بلاستيد او كولورو بلاستيس كولورو بلاستيس ماشي طيب بعد كده بيقولي the animal cell has an indefinite shape مهم قوي ديه كلمة indefinite الانيمال سيل دي ما فيهاش indefinite shape ما فيهاش شكل محدد ليه مشانا اقول تلكم لازم يبقى فيه حطة كده بره هي اللي تديها الشكل المحدد لازم يبقى فيها صورة علشان تديني الشكل المحدد طيب الصور ده موجود فين الصور ده موجود في البيلانت سيل فهي البيلانت سيل اقول عليها definite خلي بالكم يقولي definite كده definite بس كده يبقى دي البيلانت سيل يقولي indefinite يعني يزود i in indefinite اقوله الانيمال سيل يبقى definite shape البيلانت سيل indefinite shape البيلانت سيل معلش definite shape بلانت سيل indefinite animal definite shape بلانت سيل indefinite shape animal سيل طب ايه السبب؟ السبب ان في البيلانت سيل فيه سيل والف عشان كده لها definite shape طب في الانيمال سيل مفيش سيل والف عشان كده ملهاش definite shape بتبقى indefinite shape كده او بيقول لي بسبب غياب السيلول بسبب ان مفيش سيلول فاهمنا كده في الانيمال سيل مفيش سيلول وبالتالي هي طيب اخر صفحتين يا مساهد يا رب read and learn نقرأ ونتعلم معلومات جميلة العلماء بيفضلوا ان هم يستخدموا الالكترونيك مايكروسكوب انا عندي في ميكروسكوب عادي ماشي كده وفي حاجة اسمها الالكترونيك مايكروسكوب ده ميكروسكوب بيقرب بشكل اكبر بيكبر بشكل اكبر فبالتالي هيبقى افضل ان انا استخدمه لان السيلز دي حاجة صغيرة جدا فانا لما استخدم حاجة بقى اتقرب لي بشكل اكبر فهتبقى احسن فعشان كده الScientists بيفضلوا ان هما يستخدموا الالكترونيك مايكروسكوب ده افضل من الميكروسكوب العادي النورمال مايكروسكوب اللي هو الميكروسكوب العادي فهمنا كده علشان يقدروا يشوفوا بقى ايه علشان see all the cell components يقدروا يشوفوا شكل كل الكمبوننس من جوا بتاعة السل بشكل واضح فبيستخدموا الايه الالكترونيك مايكروسكوب ايه تاني طيب ركزوا بقى في دي cells are different in shape and size according to their location and function يعني ايه in different in shape مش انا لسه اقيل لكم وراء ان cells دي symmetric متمثلة يعني شبه بعض بالزبط طب ازاي انت قلتلي متمثلة شبه بعض الزبط وازاي بيتقولي دلوقتي different مختلفين افهموا كده ده الhand ماشي كده دي الhand كل السلز اللي في الهند دي symmetric شبه بعض بالملي شبه بعض بالزبط مقدرش افرقهم عن بعض كل السلز اللي في الارجان ده اللي في الهند لكن هل السلز اللي في الارجان دي شبه السلز مثلا اللي عندي في النوز او اللي عندي في الموس لا كل ارجان ليه cells لها شكل معين يعني مثلا السلز بتاعت الهند شبه بعض بالملي لكن مختلفة عن السلز بتاعت النوز مختلفة عن السلز بتاعت الفوت مختلفة عن السلز بتاعت الاستومك فهمتوا كده يعني السلز بتاعت الارجان الواحد شبه بعض فيها symmetric متمثلة بالزبط لكن السلزة بتاعة أرجان تاني لكن بتختلف عن السلزة بتاعة أرجان تاني يعني السلزة بتاعة الهند غير السلزة بتاعة الفوت غير السلزة بتاعة الاستمك غير السلزة بتاعة الموز يا رب بتكونوا فهمته دي السلزة are different in shape مختلفة في الشكل ليه بقى والsize والحجم ليه بقى according to the location طبقا لمواقعهم أو الأماكن اللي هما محطوطين فيها يعني السلزة اللي محطوطة في الهند غير السلزة اللي محطوطة في الفوت صح فمختلفين في ايه مختلفين في الشيب في الشكل ومختلفين في السيز كمان في الحجم يعني مثلا السيلزي بتاعت الهند ممكن تكون اكبر من السيلزي بتاعت مثلا النوز ممكن انا معرفش انا مش معرفش ولا اقدر اقول هل اكبر ولا اقل بس بقول لكم ممكن بافترض ان هما طالما مختلفين في شكل ان واحدة اكبر من التانية ماشي كده طيب يبقى السيلزي are different in shape and size according to the location بسبب ان اللوكيشن بتاعتهم مختلفة بتاعت الهند اللوكيشن الموقع غير بتاعت الفوت غير بتاعت الموس and function والوظيفة اللي بتاديها ماشي كده طيب the cells of one tissue are similar in shape and function بص بقى هو دي اللي بقول لكم عليه السيلزي بتاعت التشو الواحد يعني مثلا من الارجن واحد من الهند هتبقى similar شبه بعض بالزبط ماشي كده are similar in shape وشبه بعض في الشيب في الشكل والsize والfunction والوظيفة شبه بعض بالزبط لكن different from the cells of another tissue لكن مختلفين عن السيلزي بتاعتشو مثلا في الفوت بتاعتشو في النوز فهمتو كده الفكرة طيب examples زي بيقول لي مثلا امثلة in plantis في الplantis the stem cells different from the leaf cells السيلزي بتاعت الستيم في الplant مثلا السيلزي بتاعت الستيم اللي هو ده ماشي كده غير السيلزي بتاعت الroot غير السيلزي بتاعت الroot غير السيلزي بتاعت اللييفز فهمتو كده يبقى للسيلزي غير الroot غير اللييفز السيلزي بتاعتها مختلفة في الشكل لكن يقول لي مثلا السيلزي بتاعت الستيم ما لها بالنسبة لبعضها اقول له similar symmetric شبه بعض بالزبط ما فيش مشكلة طيب بعد كده in human في ال human skin cells السيلزي بتاعت ال skin بتاعت ايدي different بيختلف عن السيلزي بتاعت المسكولار سيلزي السيلزي بتاعت العضلات اللي هي مثلا العضلات اللي هي مثلا زي ريبس مثلا اللي هو القفص الصدري بتاعته العضلات العضم مثلا غير البونز السيلزي بتاعت مثلا ال skin بتاعت الجلد غير السيلزي بتاعت البونز مثلا لكن السيلزي بتاعت ال skin هي مع بعضها شبه بعضها بالزبط طيب شفتوا بقى احنا كل ده بناخد المالتسيليولر living organisms يعني living organisms اللي ليها اكتر من سيل اكتر من سيل واحدة زي احنا وزي ال plantis وزي ال animals هندخل بقى دلوقتي على living organisms اللي هي كلها على بعضها عبارة عن سيل بس كلها على بعضها عبارة عن سيل واحدة فبتبقى طبعا بتبقى اسمها micro living organisms يعني living organisms صغيرة جدا 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 لدرجة اني مقدرش يشوفها بعيني ماشي كده طيب the are integrated living organisms هي عبارة عن living organisms برضو متكملة بتكمل بعضها زي ما احنا كده integrated living organisms that can't be seen by the naked eye as bacteria and yeast fungus بالراحة that can't be seen by naked eye naked eye naked eye يعني ماقدرش شوفها بعيني naked eye يعني عين المجردة يعني ايه عين المجردة يعني عين المكشوفة اللي هي عيني العادية دي ماقدرش شوفها بيها وما لا قدر شوفها بايه اقدر شوفها بحاجة اسمها microscope ماشي كده طيب زي ايه such as bacteria البكتيريا دي تعتبر micro living organisms unicellular ما فياش جرسيل واحدة واليست فانجس والايه اليست فانجس ده عارفين الخميرة اللي بنعمل بيها الكيكا والمعجنات عموما اللي هي مثلا القرس بقى والحاجات دي يعني والفين والحاجات دي في بقى خميرة بقى اللي بتخلي العجينة تنفش كده وتتعامل كده هي اليست فانجس دي اللي بتخليها تعمل كده ماشي طيب هي دي اسمها اليست فانجس دي اسمها unicellular living organisms unicellular living organisms طيب عبارة عن living organisms لها سل واحدة ماشي كده طيب they prove that the cell هم أثباتوا is the unit of structure and function because the ability because it has the ability to do all its biological function بالروحة بيقول إن unicellular living organisms دي أثبات إن إن السل دي هي تعتبر ال ايه ال building unit وحدة البناء تعتبر الأساس بتاعت البادي هي اليونس اللي أثبتت ليه لإن اليونس الليولر دي عبارة عن سل واحدة ماشي كده فلقوا إن السل الواحدة دي ممكن تكون كائن كامل يعني السل الواحدة دي كونت كائن كامل زي مثلا البكتيريا فعرفوا إن السل دي هي ممكن تكون أهم حاجة في جسم الإنسان ليه لإن هي الصغيرة اللي بتكون حاجات كتير فلما لقوا إن السل واحدة ممكن تعمل ممكن تعمل ممكن تعمل عمليات حيوية زي مثلا الفوتو سينس مثلا فهمين كده زي إن هي تكون أكل وتعمل الأكل بتاعها بنفسها فعرفوا إن السل دي حاجة مهمة جدا هي أثبتوا إن السل دي هي 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 الأساس بتاع أي حاجة فال يونس الليلر living organismus دي أثبتت إن السل دي من أهم الحاجات اللي موجودة في جسم الإنسان لأن ببوسطة السل دي ممكن تعمل living organismus كامل على بعض وزي ما عملتلي البكتيريا ده ماشي كده أوليست فانجس فعشان كده هما أثبتوا إن هي الأهم حاجة في البضي يعني بتاع الجسم في الجسم يعني ماشي طيب عشان نشوف بقى اليونس الليلر living organismus هنلاقيها إن هي فيها شبه من الانيمال سيل بس هنلاقيها إن هي جمعة حاجات من الانيمال سيل والبلانت سيل بصوا كده to examine the structure of yunicellular living organismus as just fungus علشان نسبت علشان examine بسم الله الرحمن الرحيم علشان نفحص التركيب بتاع اليونس الليلر اللي هي دي living organismus علشان نفحص التركيب بتاع living organismus اللي مكونة من سيل واحدة زي مثلا يونيس فانجس فانا عندي يست فانجس هنا اللي هي الخميرة ماشي كده بس أنا عندي الفانجس صغيرة بتاعتها يعني ماشي كده مش حباية الخميرة ده حاجة صغيرة جدا ماشي كده هنيجي نحطها تحت المايكروسكوب ونشوف بقى هي عبارة عن إيه بيقول لي examine a prepared slide of yest fungus by the compound mycroscope prepared slide قلنا يعني حاجة جهزة دي حاجة جهزة دي تعملت إزاي هقول لكم تعملت إزاي جبنا شوية خميرة ودوبناهم في مية ماشي كده وروحنا مغطينهم بslide وسبناها شوية يعني مغطينهم بشريحة إزاي زواط وسبناها شوية بعد ما سبناها شوية هنسيبها شوية لما هنحطها في مكان دافي كده هنحطها في مكان دافي ونسيبها شوية بعد ما سبناها شوية نجيبها ونحطها تحت المايكروسكوب هو بقى بيقول لي خلاص انتهتها بقى تحت المايكروسكوب لأن هي دلوقتي متحضرة خلاص اتعامل فيها اللي أنا لسه أقل لكم عليه ده كان اتعامل خلاص بقى ماشي طيب observation بقى إيه اللي هيحصل إيه اللي هيشوفه yes fungus is composed of one cell هلاقي إن الفنج كلها living organism على بعضه كله على بعضه مكون من سيل واحدة بس ماشي كده السيل دي فيها mini components فيها مكونات كتيرة ماشي كده زي إيه أول حاجة السيل وال السيل وال اللي هي بره خدت بالكوا السيل وال دي فين في الplant cell برضو موجودة في اليستفانجس من بره ماشي كده هي في الشكل كده تحصوها شبه الانيمال سيل لكن في المكونات هتلاقوا فيها من مكونات الإيه الplant cell فيها السيل واله من بره اللي كان موجود هنا في الplant cell شايفين السيل وال اللي بره ده ده برضو موجود هناك طيب فيها إيه كمان فيها الفاكيول اللي هي البتاعة الكبيرة من الplant cell اللي هي التجويف الكبير اللي قلتلكم التجويف الكبير ده أو المنطقة الكبيرة دي مش هي كد كبيرة كده في الplant cell موجودة يبقى هي شبه الplant cell في إيه فإن هي فيها سيل وال وإن الفاكيول بتاعتها كبيرة طيب إيه كمان فيها السيتوبلازم الفلود السائل اللازج موجود فيها فيها النيوكلس اللي هي أهم حاجة موجودة في السيل ماشي كده طيب الكونكولوجين اللي استفادناه بقى زي استفانجس إز إيونو سيليولر مايكرو أرجانيزم تخلي بقى إيونو سيليولر يعني مكونة من سيل واحدة مايكرو يعني إيه مايكرو قلتلكم يعني صغيرة جدا 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 لدرجة إن مقدرش يشوفها بعيني فهمتوا يعني إيه مايكرو طيب هي مصنوعة من إيه أو الكمبونانس بتاعتها المكونات بتاعتها إيه أول حاجة السيلول that determines the cell shape اللي بتحدد شكل الشيب شفتوا بقى موجودة السيلول فايدة السيلول إن هي بتدي شكل ثابت ماشو كده يعني معنى كده يسأل لي هي ليستفانجس دي ليها definite shape ولا indefinite shape أقوله definite شكل ثابت يقول لي ليه أقوله علشان فيها سيلول السيلول ده هو اللي بيديها definite shape طيب تاني حاجة سيتو بلاسم اللي هو الفلود اللي قلتلكوا عليه اللي هو كل لقى فيه فيه كمان اللي هي بتسبب تخلي الأميبة دي أو وتبقى وتبقى تنين طب هما لما تبقى تنين مش انت بتقول لي إن هي سيل واحدة بس آه ما هي لما تبقى تنين بتبقى تنين زي يعني زي زيها فاهمتوا كده طيب اللي هو التجويفي الكتير الكبير اللي قلتلكوا عليه طيب آخر حاجة إن شاء الله The Economic Importance Of The Yeast Fungus يعني أي كيف استفدنا من الفنجي بتاع الخميرة دا في حياتنا ازاي استفدنا منه في العيش وفي الكحول وفي كل الحاجات دي هتعرفوا ازاي اول حاجة ميكينج بريد في إن احنا بنعمل العيش بيقول لي إيه وير يست فانجس حيث يعني إن اللي هي الخميرة دي بروديوس كاربون الكاربون داكسايد جايز دا بيخلي العيش دا في سويلينج 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 of bread and mix it pours and light pours and light بالروحة كده كلمة سويلينج يعني منفوخ كده يعني بصوا مش متطبق كده منفوخ كده بالشكل ده دي كلمة سويلينج ماشي كده طيب يبقى هي causes بتسبب لسويلينج بتاعت البريد بتخليه منفوخ and mix it pours and light pours pours يعني مسامي يعني طري يعني مش ناشف ماشي كده سويلينج يعني منتفخ طيب pours يعني مسامي يعني طري كده يعني اقدر اكله من غير مسناني توجعني فاهمين كده كلمة pours يعني اضغط عليه كده يبقى هش يبقى هش في ايدي كده فاهمين كده هي دي كلمة pours ولايت يعني خفيف مش تقيل يعني انا دلوقتي بصوا لما لما امسك لما امسك تحسوا لما امسك بسم الله الرحمن الرحيم لما امسك مثلا مثلا ازاست المية دي ماشي كده وامسك على قدها برضو حاجة ازاست المية دي مملية مية وامسك على قدها رغيف فينو الاتنين لهم نفس الحجم صحي كده بس هتلاقوا ان واحدة اتقل من التانية هتلاقوا ان ازاست المية دي تقيلة قوي وان ده خفيف ماشي كده مين بقى اللي بيخليه خفيف كده ومش تقيل هي ماشي كده فهو بيقول لي الاهمية بتاعت دي اول حاجة بتعمل بتطلع فالكاربون داكسايد هو اللي بيعمل كده هو اللي بيخلي الاكل يعني يعني مسامي قلتلكم يعني طري كده وخفيف ماشي كده ادي اللي بيعمله بتعمل ايه تاني بنستخدم اليست فانجس في الالكوهول صناعة الالكوهول الكحول ماشي كده طيب ده طبعا جايب لي اللي هو ده عينب تقريبا او ماشي كده او عينب وصنعوا منه كحول طبعا دي حاجة ضر يعني حاجة زي كده يعني مش زي دي يعني ده لو عصير عينب عادي وشربته في نفس الوقت هيبقى عادي لكن لو قال لي ان انا حطيت على العصير ده فيتبقى حاجة ضر كده بيسبب ان ايه الكحول دي ان انا اشرب كحوليات دي بتسبب ايه ان انا تخليني مش في وعي مش تخليني كويس ولا امركز ولا اعرف انا بقول ايه ولا بعمل ايه فاهمتوا كده بس هو بيقول لي ان اليست فانجس دي بتستخدم في الصناعة بتاعة الكحول دي ماشي كده ازاي يعني بيقول لي ان هي وير يست فانجس او اليست بقى اليست عموما اللي هي الخميرة دي بتحول الشوجر اللي هو السكر اللي موجود في العنب ده انتو الكحول بتحوله لكحول زي ما قلتلكم الكحول دي مادة بتخلي بتخلي العقل مش واعي بتخليني مش واعي ماشي كده يبقى هي بتحول الكحول طب هو مش الكحول ده اللي انا برشه على ايدي برضو لما انا حب طهر ايدي يعني اه هو نفس الكلام الكحول ماشي كده بس فكرة ان اليست موجودة فيها فهي لو حطتها على حاجة زي كده حاجة فيها شوجر بتحولها لحاجة ضر ماشي كده طيب يبقى انا ممكن استخدم اليست في حاجة نفعة زي مثلا في البريد او في تقريبا في الكحول العادي يعني ومش متأكد من اذا كان بتعمل في الكحول العادي اللي بترشي على ايدينا وممكن استخدمه في حاجة ضر زي دي كده في صناعة الكحوليات اللي هي بتتشرب وبتبقى ضر ماشي كده طيب ليه بقى خلاص نقول ليه لان اليست بتحول بتحول السكر المواد السكريات لالكحول ماشي كده ويه بتحوله الكربون داكسايد بصوا خلي بالكم الكربون داكسايد عارفين الصودة اللي موجودة في البيبس لما نيجي نفتحه كده هي الصودة دي عبارة عن الكربون داكسايد ماشي طيب هو بقى احنا عايزين نثبت ان الخميرة بتطلع لي carbon dioxide مش احنا قلنا هنا بتطلع carbon dioxide احنا عايزين نثبت بقى هي ازاي بتطلع carbon dioxide هقول لكم. اول حاجة bring a glass bottle هات ازازة ماشي كده. containing molasses. molasses لأ molasses. القوب تتنطق ايه. molasses ده اللي هو العسل لسوي. ماشي كده. طيب. اللي هو ال keen honey. and add a piece of yes to it. وحط شوية خميرة عليه. حتة خميرة. piece كتعة خميرة عليه. طيب. put a balloon او a balloon on the mouth of the glass bottle then put them in a warm place. هروح جايب بالونة وقلبها كده زي ما انتو شايفين وحطينا وحطتها هنا. اللي هيحصل ايه? اللي هيحصل ان اليست ده هيحول الشوجر ده. هو هنا في شوجر لا هنا في عسل اسود صحي كده اللي هو الملسز. هتحوله. العسل اسود ده موجود جوا شوجر. فاهمتوا كده لانا حطت عسل اسود عشان موجود جوا شوجر. فهي هتحول العسل اسود ده الكحول ويه ل carbon dioxide. فالcarbon dioxide بيعمل ايه? الكاربون داكسيد وهو طالح هيروح نافخ البلونة كده. فانا كده طالما البلونة تنفخت شبق انا اتأكدت ان هي فيها ايه نافع carbon dioxide. وتأكدت ان اليست عندي بتعمل ايه بتعمل كاربون داكسيد. ماشي. observation of the volume of the balloon increases. الحجم بتاع البلونة هيزيد. ماشي كده? conclusion اللي استفدته ايه? ان اليست فانجس بروديوس بتنتج كاربون داكسيد جايز. ماشي كده? طيب. بيقول له يست فانجس is used in making bread. اليست فانجس بستخدمها علشان اعمل بريد. ليه? لان هي بتخلي البريد ماله. اولا لان هي بروديوس بتطلع كاربون داكسيد. والكاربون داكسيد ده يخلي البريد منفوخ. منفوخ. وبورز مسامي كده. هاش. ولايت خفيف. ماشي كده? يبقى because during making bread. يعني وانا بعمل bread. وانا بعمل عيش. اليست produces carbon dioxide. بتطلع كاربون داكسيد جايز. that causes the swelling of bread. بتسبب ان البريد بيبقى swelling منفوخ. and make its pours and light. وبتخليه مسامي وايه? ولايت. اتأكدوا من كلمة pours دي. النطق بتاعها علشان مش فاكرة. ماشي كده? and light وخفيف. طيب. read and learn اخر حاجة عندنا. some unicellular organisms are harmful. بعض the unicellular organisms بتبقى ضره. ماشي كده? زي ايه? في انواع من البكتيريا ضره. وفي انواع من البكتيريا نفع. وبعضها بيبقى نافع. بيقول له some unicellular organisms are harmful. ضره. while others are useful. وبعضها نفع. زي ايه? بيقول لي مثلا الحارمفول unicellular بعض the unicellular organisms الضره. such as bacteria that causes a lot of diseases. البكتيريا اللي بتسبب امراض كتيرة. ماشي كده? قد يضره. طيب. اليوسفل unicellular organisms. اليوسفل بقى unicellular organisms. يعني الكائنات بقى الحية. النفعة. ماشي كده. بس بيقول لي هنا unicellular. يعني. اللي مكونة من سل واحدة. زي البكتيريا مثلا. بيقول لي. such as bacteria that are used in making yogurt and some types of cheese. وفي cheese. معلش. يعني زي البكتيريا اللي بستخدمها عشان اصنع اليوغرت الزبادي. وبعض اللي cheese. يبقى فيه. اللي بتسبب امراض. البكتيريا اللي بتسبب امراض. وفيه اليوسفل المفيدة. اللي بتعمل ايه? اللي بستخدمها عشان اعمل يوغرت زبادي. وعشان اعمل ايه? بعض انواع الجبن. بتستخدم ايه? اه بكتيريا اللي هي البكتيريا النفعة. يعني البكتيريا دي. اه حاجة نفعة ممكن استخدمها في الزبادي. اه هو اصلا اللي بيحول اللبن لزبادي. هو نوع معين من البكتيريا. ماشي كده. بحطه تحت الظروف معينة. وبيحوله للبكتيريا. بكده نكون خلصنا الدرس ده. اه بصوا. فيه هنا بيقول لي يمكنك الاستمتاع بشرح الدروس الاتية مجسمة بتكنية. على هاتفك الزكي او جهازك اللوحي. بص ممكن تجيبه اللي ها بيقرأ البركوت ده. وتروح حطينه كده. هيجيبه لكم برضو شرح للدرس ده بس بصور حلوة. فانتوا بقوا بصوا كده على الصور وتفرجوا على والحاجات دي. علشان تستفادوا اكتر. ماشي كده. وما تنسوش الورقة دي. هنزل بست على القناعة دي. اه احطو لكم فيه رابط فيه الورقة دي. علشان تفهموا منه الاسئلة. انا شرح فيها هي كل حاجة بالانجلش والعربي. اه. وبقى وبدأ. ولما تدخلوه على الصفحة بتاعتي. وبقوا اعملوا متبعة. ليه متبعة? علشان لما التبقى. علشان اصلا الصفحة دي هتدخل Folge تتو على طبيق المتصفح. والتنزيل من تطبيق المتصفح صعب يعني. ان كنتوا تنزلوا الصورة. فلما لما تعملوا ليما متابعة وتدخلها على الفيسبوك على التطبيق بتاع الفيسبوك لما تكتبوا اسمه هتلاقيه لانها هتلاقوا انها هعملكم طبعا لان انا هنزل علىها صور كتير قوي خاصة بيكم بكل درس وبكل حل اسئلة يعني ان شاء الله هتلاقوا صور ليكم يعني حسوا بقى اسهل لكم ان شاء الله نشوفكم على خير اول فيديو جايها ممكن يبقى بكرة او بعده على حل بقى الاسئلة بتاعت الدرس